للتحليل والمتابعة نضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي سعيد عريقت يا سيد سعيد أولا كيف تقيم هذه الضربات من حيث الحجم والتأثير الميداني؟ بكل تأكيد ما يقوله البنتغان أن هذه الضربات حققت أهدافها ولكن من الواضح تماما أن هذه الأهداف على الأقل حتى هذه اللحظة لم تحدد طبيعتها لم تحدد قدراتها التقنية لم تحدد مستوى تخفيض فعاليتها ولا آخره فإذا هناك الكثير من الحديث حول طبيعة الضربة ولكن ما برز خلال الـ 24 ساعة الماضية أو على الأقل منذ شن الهجمات العدوان على سوريا منذ تلك اللحظة وحتى الآن هذا ما سمعناه أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قاموا بشن هجوم على سوريا ربما ثمان أهداف أو تسع أهداف أطلقت حوال 103 إلى 110 صواريخ القوات الدفاع السوري تقول أنها أسقطت 70 أو 71 فإذا لا زالت العملية تقيم على أرض المعركة في تقديري لن يتغير شيء لم يظهر أي دمار أو أي تراجع لقدرات الجيش السوري على سبيل المثال لم نرى تدمير للمطارات علما بأنهم قالوا أنهم وجهوا ضربات إلى هذه المطارات لم نرى مثل ما فعلوا عندما ضربوا الشعيرات العام الماضي هذه نقطة استراتيجية سيد سعيد الأماكن التي تم ضربها في دمشق وفي بارزا وأيضا في شرق القلمون هذه الأماكن إلى أي درجة هي أماكن حساسة قد تصيب أو تجعل القدرات السورية في حالة شلل أو من عدمه قليل حقيقة من حالة شلل أنا في تقديري تأثيرها محدود جدا جدا إذا كانوا تأثير موقع البرزة أنا أعرفه تماما لأنه في العاصمة هو حقيقة موقع أبحاث يتم فيه أبحاث علمية لطلاب الجامعة السورية لطلاب من كل المعاهد ربما يقوم هناك بعض الاختبارات على التكنولوجيا الحديثة ربما على الصواريخ ربما على الأستحال لا أعلم فهذه حقيقة خسارة ولكن يبدو أن تم إخلاء الموقع قبل ذلك فمدى تأثيره عمليا محدود جدا ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تبالغ فيما تقول هي تقول أنها ضربت مخازن أيضا لا نعرف ما هي هذه المخازن وماذا حدث بالإفرازات الكيميائية إذا حدثت خاصة وأن هذه المواقع هي في دمشق في وسط دمشق أو في المحيط فيها فإذا عمليا هذه نقطة ضيف الغد منذ قليل تحدث فيها أن معهد البحوث الذي تم قصفه أو ضربه هل لم تكن هناك أيض غازات أو مواد منبعثة بعد عملية الضرب؟ إلى أي درجة يمكن لهذه المعادلة أن تكون حقيقية؟ إذا كانت هذه الأماكن بها مواد كيميائية أو أسلحة كيميائية أليست هناك أيض غازات منبعثة أثناء أو بعد عملية القصف وضرب؟ أنا طبعا ما سمعناه من الناطقين باسم البندغان وجه هذا السؤال إلى وزير الدفاع ماتس ووجه هذا السؤال إلى القيادة العسكرية وحقيقة لم يجيبوا عليه لأنه يبدو أن هذه الضربة الكيميائية إما كانت بدائية جدا أو أليسها مفهولة أو لم تحدث على الإطلاق مفضقة لأنه فعلا إذا كانت ضربة هذه المواقع وإذا كانت هذه الأسلحة المخزونة هناك فماذا حدث بالأجواء السورية؟ فإذا هناك الكثير من الانتباس هي علامات استفهام هي علامات استفهامة طيب يا سيد سعيد هناك علامة تعجب يراها مراقبون أو يراها البعض معظم التصريحات التي تدين هذه الضربات المشتركة ما بين فرنسا وبريطانيا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية معظم التصريحات التي تدين هذه الضربات من جانب روسيا أو من يؤيدها بينما كانت من جانب إيران محدودة جدا في عدد التصريحات وفي فحوى هذه التصريحات هل من تفسير؟ كيف نظرت إلى هذه الأمور؟ حقيقة لم ألاحظ ذلك رأيت تصريحات منسوبة للحكومة الإيرانية وتعبر عن دعمها وتضامنها مع سوريا رأينا أن هناك مكالمة من الرئيس الإيراني مع الرئيس السوري فإذا لا أعرف كيف توصل إلى هذه النتيجة أنا حقيقة نركز على الحدث نفسه ولم أتابع قضية التفسيرات الإيرانية ولكن ما رأيته وقرأته حتى هذه اللحظة هو أنها أولا قدمت التضامن والدعم إلى آخره وهي أيضا كما يعرف الجميع هناك خبراء إيرانيين موجودون الآن في سوريا فبكل تأكيد في تقديري أن هذا يضع إيران في موقع تضطر فيه إلى تقديم المزيد من الدعم إلى سوريا وليس التراجع أنه إذا ضربت في سوريا ربما قد تضرب في طهران طيب في أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي ترددت هذه الكلمات يا سيد سعيد يمكن لهذه الدول وقف الصراع في سوريا إذا أرادت كيف نظرت إلى هذه التصريحات والكلمات بكل تأكيد يمكن لهذه الدول وقف الصراع أولا على الدول الغربية التي دعمت هذه الميليشيات المسلحة عبر سبع سنوات أن تتوقف عن ذلك كذلك ممكن عندما يقولون نحن نحارب الإرهاب عليهم أن يظهروا أنهم حقيقة يحاربون الإرهاب ولا يمولونه ولا يزودونه بالسلاح هذه التقارير التي تكتب في مراكز الأبحاث هنا الكل يقول أن هذه الدول هي من يدعم هذه الميليشيات وبالتالي إذا تراجعت وتوقفت عنها في تقديري أنه يمكن إنهاء الحرب كذلك إذا كان هناك نية صادقة للحفاظ على وحدة سوريا أنا في تقديري ستجد أطراب سوريا بما فيها الحكومة السورية هي أكثر انتظارا لتحقيق نوع من الحياة العادية ونوع من السلام والمضي قدما هناك آلية نعم هناك الحديث نعم عن آليات سياسية ولكن حقيقة ما فعله الغرب هو أنه شرذم المعارضة السورية حتى لم يعد لها وجود فإذا ما هي الخطوة إلى الأمام القدما من يمثل هذه المعارضة من هي الهيئات هذه الكلمات يا سيد سعيد تجعلني أسألك عن تأثير هذه الضربات على المصار السياسي لحل الأزمة في سوريا هذا أعتقد هو السؤال الأهم أنا في تقديري إذا كانت هذه الدول ترى في ما يجري الآن في سوريا وهو حقيقة سيطرة قوات الجيش السورية وقوات الحكومة السورية على معظم الأراضي السورية نعم هناك مظالم هناك مواقف مناهضة للحكومة السورية ولموقف الحكومة السورية هناك فجوات وهناك أيضا مساعي أنا عملت على فكرة أنا عملت مع استفاندا مستورا في العراق في الأمم المتحدة وأنا عرف أنه كفو ويعرف المنطقة ويعرف تفاصيل سوريا ولديه أفكار جيدة جدا عن كيف لهذه العملية السياسية أن تنطلق وتنطلق بجدية دون التدخل ففي تقديري إذا كانت هذه الدول التي دائما خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذي دائما موقفها هو مهدد ومعادي وكذا وإلى آخره دون أن تفعل حقيقة دون أن تتخذ خطوات عملية نحو الحل السلمي في تقديري إذا هذه الدول اقتنعت أنه لا بد أن يكون هناك حلا سياسيا يشمل جميع القوى في سوريا في تقديري أنه سيكون هناك حل ضيف من واشنطن الكاتب الصحفية سيد سعيد عريقات أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر